وصلت الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازمة المصرية من إسبانيا وقد اجتملت على أدوية تعالج أمراض نقص المناعة الأولية والثانوية والترابات النزيف الذاتي بالإضافة إلى الحروق وأمراض الكبد والكلا والعديد من الحالات المرضية الأخرى يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم المنظومة الطبية وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الرعاية الصحية والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازمة